تواصل الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الكارثية على الدول الأوروبية والعالم دفع بعض الأوروبيين لإعادة النظر في استمرار تقديم الدعم العسكري لكييف ذلك الانقسام أشار إليه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل معتبرا أن المساعدات لأوكرانيا قد تتقلص في الأشهر المقبلة وفي محاولة لثاني الأوروبيين عن التخلي عن كييف تحدثت صحيفة الديل التليغراف البريطانية عن سعي لندن لإقناع الدول الأوروبية بعدم التخلي عن دعم وضخ الأسلحة إلى أوكرانيا الصحيفة أشارت إلى أن حكومة جونسون أرسلت دبلوماسيها إلى دول أوروبية عدة لإقناع حكوماتها بمواصلة تقديم الدعم وعدم خفضه وفي هذا السياق تعهد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون بمواصلة دعم الشعب الأوكراني مهما طالت المعركة لقد تزايد اضطهاد المعارضة بشكل ملحوظ خلال الهجوم الروسي ومن المهم أكثر من أي وقت مضى الوقوف معا للدفاع عن مبادئ القانون الدولي جونسون اتهم الرئيس الروسي بأنه يريد السيطرة على أوكرانيا كلها كما فعل في القرم وأنه يحضر لاستفتاءات زائفة وعلى صعيد آخر أظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن المملكة المتحدة ولأول مرة لم تستورد أي وقود من روسيا في شهر يونيو الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر